السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أصدقائي مجددا على قناة ناش تيفي أصدقائي ظهرت مشكلة مؤخرا عند اليوتيوبرز يلي بيديروا قنواتهم من الهاتف ولي بيستخدموا تطبيق ستوديو يوتيوب وتطبيق اليوتيوب ولي بيكملوا تعديلات الفيديوهات الخاصة فيهن مثل إضافة الفواصل الإعلانية إضافة شاشات النهاية إضافة البطاقات يلي بتحتاج أو يلي بتوجب علينا ويجب علينا إنه نعمله هو إنه ندخل على متصفح جوجل كروم وطبعا إنه يعني ندخل على ستوديو يوتيوب من خلال الموقع الإلكتروني طبعا مثل ما بتعرفون إحنا عادة لما بدنا ندخل لما بدنا ندخل على ستوديو يوتيوب من الهاتف فمندخل بهي الطريقة منبحث على تسجيل دخول يوتيوب مثل ما شفتوا دخلنا على جوجل وكتبنا تسجيل دخول يوتيوب وبعد مننا نضغط على الثلاث نقاط وبعد مننا فتح الموقع الإلكتروني مثل ما نكون شايفين نضغط عليها فيفتح لنا الصفحة كأنه نحن فاتحين من جهاز الكمبيوتر طبعا هذا الشيء كلياتنا بنعرفه وبعد مننا بنضغط على تسجيل دخول يوتيوب بعدين أصدقائي رح يحولنا على تطبيق أو عفو أنا بدي يحولنا على اليوتيوب احتمال البعض منكم يحولوا على تطبيق اليوتيوب تمام؟ وهلأ رح نحكي شلون من حل هي المشكلة هلأ مثل ما نكون شايفين دخلني على صفحة اليوتيوب اللي شايفينها قدامكم هلأ أنا بدي أدخل على ستوديو يوتيوب الخاص فيني بضغط على صورة القناة وبعد مننا بضغط على ستوديو يوتيوب مثل ما لكم شايفين هاي هي المشكلة أصدقائي إنه حولني على تطبيق ستوديو يوتيوب وأنا ما بدي هذا الشيء فأنا شو لازم أعمل؟ بكل بساطة أصدقائي رح نرجع على تطبيق ستوديو يوتيوب ونضغط على ضغطة مطولة ونضغط على معلومات التطبيق هلأ ممكن بعض الأجهزة تكون قديمة عندكم فرح ندخل من الضبط ندخل على الضبط بتدوروا على الشيء اسمه إدارة التطبيقات أو أول شيء ندخل على التطبيقات وبعد مننا إدارة التطبيقات تمام أصدقائي منروح على التطبيقات هلأ مثل ما لكم شايفين هون رح تظهر للتطبيقات الخاصة فيني ومن ضمنها تطبيق ستوديو يوتيوب نضغط عليه بعد مننا أصدقائي طبعا بنفس الطريقة مندخل من برة من هون من برة مندخل من هون على معلومات التطبيق بعد الضغط المطول دخلنا على معلومات التطبيق تمام مننزل للأسفل أصدقائي منلاقي في شيء اسمه الضبط كالتطبيق الافتراضي الضبط كالتطبيق الافتراضي نضغط عليها فبيظهر لي هذا الخيار اللي هو الانتقال إلى عنوين URL المدعومة بيضغط عليه فهون هلأ بيعطيني هو خيارات الخيار اللي هلأ حاليا هنن مبرمجين التطبيق عليه هو أنه في هذا التطبيق في هذا التطبيق يعني أنه أي متصفح بدخل على اليوتيوب منه فرح يحولني فورا على هذا التطبيق فأنا شو بقول له؟ بقول له السؤال دائما تمام؟ بقول له السؤال دائما فخلص هذا هو السؤال دائما يعني بكل مرة رح ادخل على تطبيق أو رح ادخل على ستوديو يوتيوب من المتصفح شو ما كان المتصفح؟ رح يحولني على يعني رح يعطيني خيارات أنه وين بدك تدخل على متصفح جوجل كروم ولا متصفح تاني ولا وهكذا يعني فهلأ رح نعيد المحاولة قدامكم رح أحدث الصفحة تمام؟ ورح أنتظر شوي تمام هلأ بضغط على صورة القناة وبعدم منها ستوديو يوتيوب فخيرني مثل ما لكم شايفين خيرني بين أني أدخل على جوجل كروم ولا أدخل على ستوديو يوتيوب فرح أضغط على جوجل كروم وقل له دائما أو مرة واحدة فقط هلأ إذا كنتوا أنتوا بتكون تستعملوا يعني إذا كنتوا عم تستعملوا إيميل القناة على متصفحين مختلفين فالأفضل أنه تضغطوا على مرة واحدة فقط أما إذا كنتوا عم تستعملوا قناتكم اليوتيوب نفسها على متصفح جوجل كروم فقط فبتضغطوا على دائما تمام؟ فرح أضغط أنا حاليا على مرة واحدة فقط لأنه أحيانا بدير القناة من متصفح ثاني تمام أصدقائي مثل ما لكم شايفين حولني على ستوديو يوتيوب بدون أي مشكلة رح أنتظر شوي بس لبين ما يحدث الصفحة تمام مثل ما لكم شايفين دخلني على ستوديو يوتيوب بقدر دير القناة بقدر شو ما بدي أعمل مثلا رح أدخل على قناتي أو على تخصيص القناة بضغط على صورة القناة وبضغط على قناتك كمان برجع بخيرني كوني أنا عطيته مرة واحدة فقط إذا ضغطوا على دائما فتلقائيا رح يحولكن على المتصفح فورا على متصفح جوجل كروم تمام أصدقائي مثل ما لكم شايفين حولني على قناتك يعني هذا هو الحل بالنسبة لتطبيق ستوديو يوتيوب وكذلك الحل في حال نحنا بدنا وكذلك الحل في حال نحنا بدنا ندخل على اليوتيوب يعني تصفح فيديوهات اليوتيوب احتمال نقع بنفس المشكلة أصدقائي كمان نفس الشي من ندخل على معلومات التطبيق وبعد منها مننزل للأسفل على ترخيص أو عفوا الضبط كالتطبيق الافتراضي وبعد منها الانتقال إلى عنوين يو ار ال المدعومة إذا لقيتوها في هذا التطبيق إذا لقيتوها في هذا التطبيق عطوا السؤال دائما تمام؟ هذا هو الحل أصدقائي بتمنى يكون عجبكم الشرح ولا تبخلوا علينا بالنقر على زر لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد كان معكم أخوكم نادر الشيخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته